بسم الله الرحمن الرحيم أنا رجل أمن أفريج سيمال أفريج رسالة حق سيد وزير النفط المحترم والسيد رئيس المؤسسة نزار الأدسان المحترم أنا بعد ما تقدمت بشكوى في مجلس الأمة لجلس شكاو العرايض عن شركة غير غادرة على تأمين مصافي الكويت وعن اكتشاف المتفجرات وفضل الله سبحانه وتعالى صدر قرار في إنهاء هذه الشركة بس أنا بعرف شي واحد اللي سويتها أنا غلط خصومات وتنقلات وتأخير في كل شي اليوم أنصدم في خصم تسعمية دينار من راتبي ولقاء إجازات من سنة ونص أو سنة ثمن شهور لقوا كل إجازات يطلعوني إجازات في كيف بدون راتب أنا عندي سؤال واحد بس يا سيد الوزير يا سيد نزار العدساني أنا قابلتك وقعت معاك وتكلمت معاك وقلت لك إذا أنا مرتشي والراشي هو يقول أهو راشيني حول للنيابة وكل شي في سبيل الكويت ما عندي مشكلة لكن في شي واحد مو حرام هذا اللي قاعد يسير مو حرام كله خصومات وأذية 24 ساعة لمدة سنتين من مسكت العقد وأديت أمانتي مو هذا غلط اللي قاعد يسير أنا أطالب أعضاء مجلس الأمة كلهم وأطالب الوزير وأطالبك أنت يا نزار شخصيا أنت لأن أنا جلس معاك واستقبلتني وسمعت كلامي وما قصرت أنت في كل شي وعطيتك كل الأدلة والاختبارات من وزارة الداخلية وثبت فشل هذه الشركة ليش هذا التعسف أنا معاي ليش هذا قاعد يسير أنا معاي إذا ما تبوني في شركة الكيم بي سي بلغوني خلوني أقدم استغالتي ولا هذا اللي قاعد يسير أروح أراجعهم اليوم ومعاي واحد من النقابة استاذ خالد العنزي حضروا معاي يقول هذا قرار من لجنة العلاقات العاملين أننا نلقي كل إجازاتك ونخصم عليك شون تخصم علي ويقول لي اكتب كتاب استرحام عشان نقصد لك الخصومات اللي عليك ليش هذا كله قاعد يسير شنو السبب هذا قاعد يسير أرضاه حق منه هذا شنو اللي سويته أنا خطأ في حياتي في هذه الشركة أني أديت الأمانة أني قلت هذه الشركة غير غادرة وثبت هذا الكلام وبشهادة مجلس الأمة وشهادة لجة شكاو العراض كل هذا دليل على أن كلمة الحق مصيرها البهذلة والخصومات إذا ما تبوني في هذه الشركة يا سيد الوزير النفط يا سيد نزاب عدساني أرجو منكم أن تتبلغوني لأن إدارتي في التحقيقات غير منصفة نهائي ما يعقل ما يعقل قبل سنة وثمان شهور تلقي إجازاتي كلها واتطلعني أنا الحين أبرات بمئتين ثلاثمية دينار وهذه رسالة وأطلب كل أعباء وخص أعباء الدائرة الرابعة ومقدمتهم شعيب المويزري وكلهم ونقصور فيهم أرجو منكم أرجو منكم إذا ما تبوني في هذه الوظيفة بلغوني في خطاب رسمي والله أقدم استغارتي بس أو توقفون هالناس اللي قاعد تعبث غلط لما أنا أرفع قضية على شركة الكمبيسي بسبب شخص أنا مو قاعد أشتكي على شركة الكمبيسي أنا في أشخاص أي تستخدم أشياء ضدي شنو السبب فيها إرضاء حق منه ليش أني تكلمت أن هذه الشركة غير غادرة على تعمين مصافي الكويت أرجو منك إنصافي السيد الوزير وسيد نزاب عدساني وكل يشكر حق أهل الكويت وراح أتكلم دايما حق أهل الكويت تستخدمون هذا الشي إذا هذا الشي غير مرضي أننا نقول كلمة الحق بلغونا في كتاب رسمي لا تنسون أننا نحن وقعنا على عقد أن ننصون هذا البلد ونحمي مصالحها ومشكوري